أنا مبهرت جداً بالفيديو وعشان أنا عارفة أن ضيفي النهار ده مهندس إضاءة فأنا قاعدة مركزة قوي في الستيج ومركزة قوي في الإضاءة ومركزة قوي في المجهود يمكن أنا ممكن بشوف الحاجات دي زي أي حد سطحي ما بيفكرش بقى بعمق إيه اللي وراء إيه اللي وراء الكواليس طبعاً إيه اللي وراء الكواليس ده فعشان أنا عارفة أن أنت النهار ده معي مهندس إضاءة فعمل أبوس حسيتها ده فيه مجهود جبار في حاجات كتير ممهرة في مجهود كبير فعلا من ناس كتير عاوي طب خليني الأول أنا عايز أعرف زي ما قلت كده في المقدمة بتاعتي يعني إيه مهندس إضاءة بيعمل إيه مهندس إضاءة يعني إيه مهندس إضاءة مهندس إضاءة هو مصمم الإضاءة المناسبة للحدث الحدث ده ممكن يبقى فرح ممكن يبقى حفلة ممكن يبقى مؤتمر هو ده مهندس الإضاءة هو اللي بيصمم شكل الحدث يعني فيه تصميم لشكل الحدث بناء على إيه ألوان شكل الفينيو شكله عامل إزاي المكان اللي احنا هنعمل فيه الحفلة أو الفرح شكله عامل إزاي اين دور ولا اوت دور مكان مفتوح ولا مكان مقفول طب مكان مفتوح مكان مفتوح هنعمل فيه إيه شكله إيه التصميم اللي هنخرج بيه بحفلة النهار ده زي حفلة الكنج حفلة تامر حفلة الفنان عامل دي الحاجات دي كلها الفرح نفسه شكله عامل إزاي بيبتدي من التصميم تاني خطوة بقى التنفيذ تاني خطوة التنفيذ بنتكلم على الفرح على الأفرح نتكلم على الأفرح في البداية يعني الأفرح بتبدأ من ويدينج بلانر عنده تصميم عنده بريف من العريس والعروسة بنشتغل عليه بيجي لي بيقول احنا عندنا كذا كذا بنعمل كل بنقض على التفاصيل بنحط بنشوف ايه المناسب للفرح ده ايه المناسب لإضاءة الديكور ايه المناسب من الشاشات حاجات دي كلها الحجم المكان طبعا 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 الحجم المكان التفاصيل توزيع الإضاءة في المكان طب بشمونس يعني احنا وإحنا بنتابع كذا كل الأحداث دي والحفلات دي يعني ساعات بنحرس انه فنان اللي عمل الإضاءة وموهبة لكن هو الموضوع فيه جزء علمي وفيه جزء يعني 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 حضرات مهندس طبعا في الأصل فعايزين نعرف يعني الفرق ما بين الحاجة اللي هي تبقى حاجة فنية ومجرد هواية وان هي تطلع بقى بالصورة اللي احنا بنشوفها في الحفلات دي ان الموضوع يبقى على المستوى المحترف ده وانه يحتاج دراسة وعلم عشان نوصل للمرحلة دي تصميمات وكورسات ومتابعة للعالم الخارجي بيعملوا ايه فانت بتقدر ان انت يعني او اي حد يقدر ان هو يعمل حاجة زي كده ولا محتاج طبعا المهتم المهتم بيدور عليها بياخد فيها كورسات